السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدبه الغاز بسبعة الف ريال يمني السعر الرسمي من عند عاقل الحارة وفي محطة آخر التنيا عبر المحط يعني بالسعر الرسمي وبين الشمس والطوبر يوم عرضة نعمة سبعة الف ريال يمني بيتك في مكان والمحطة آخر التنيا تشيم وصلات الذهاب وإياك وضابور مليون بيضبروا مليون بيضبروا دبت جنب دبت جنب دبي يعني مدري أنت عبي هذا السنة أو السنة الثانية إن شاء الله ما يجي الفين وستة وعشرين لو قد عبيت بإذن الله عبيت أتبها الغاز أو أتبها الغاز دعبك لاني حتجي دبسرك وقد اكتها بدرجاء دعبك أنت بضويت تحملك بتقول يلا تأخل ولا يفي علشان نطبخ بعدو يعبي لك نص سبعة الف ريال ومدري يعبي غاز زيار تحنين زي يعبي لك مرك عادي ولو عب لك مرك وصل سكوبة للمرك لا مقلة وسلة توجه لك أمشي تغتيه مشي السلته مشي حياة عادي بين الشمس والله لقيت عجايز الشيابات لقيت واحد عمره الثمانية ثمانية زنة والله بالمغدية مالك يا عكل تتاس هانا ببترهو قصتي غاز غاز خاز هانا بسبعة والله أنا يدي دين من أنت صاحب على الله على الله عجايز ونساء وأطفال ومسهار بي يهم والغاز بسبعة الف ريال ومسهار بي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما في اليمن قد قامت القيامة انا ما بنزبش ولا بنضحك اشتركوا في القناة 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 هذا الحن ما يابش الموضن اي دخل ولا لأمك دخل سمان كان فيه دخل الذي يشوف الناس مساربين هكذا وبيتضاربوا وبيتصايحوا وكذا ونزاعاتوا وبين الشمس وبيمرضوا وحجايز ومكالف يقول لنا التفى الغزب ألف ريال كانت بألف كانت أيام الخرقة صارت هذه كالتنيا هذه كالتنيا لما كانت بألف هذه كالتنيا الآن الآخرة الآن بتتحاسب بتنال جزائك بتتحاقف كانت في ألف يام الدنيا ثانية 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 فهنقدك بالآخرة تبغاز بسبعة ألف ريال يمني سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم منهم بتجيز الزلطة هذه والفلوس والناس محيدين ما بيش معاهم بيدفعوا جمارك بيدفعوا تحسينات بيدفعوا ضراب بيدفعوا كل حاجة احنا ندفع احنا ندفع ولا ندفع ويعني ندتي ولا نتتتي يعني يا أخ احنا نهر ولا يهرروا لنا يا أخو مواظم بيدي رأسه للبلد هذا بيدي ما فوقه ما تحت بيبيع جهال يبيع جهال ما عادش يمشي على مد يدي للبلد هذا ويضرب ويحسن ويزكي ويفعل كل حاجة أما أن البلد هذا بتعطي لك خدمة في دن في دن أبدا أنت تخدمها غزمان عنك عندك في الآخرة كنت بتتحاسب بين الشمس كم من عجوزك كم نساء أطفال التبيب الغاز نفس الشمسين التبيب الغاز مسارة بتجمج الجنب وبتجابرين التبيب الغاز كل تب الغاز بتجابر الثانية ما لش ها ما لش قد انتي وهي وقد انتي شمستي ولا شي ما هو هذا الدن والذي فعلناها يا خلق الله التبيب الغاز في العالم ما عابش تبيب قد الغاز موجود قدو عبر الكسيب وحنا جالسين بيجاربوا بني ودرجع التب الغاز تجل خرك وتكمد للمنظم لقدر تفعلها الحمد سلنا الصيدلي هتب الغاز نفسها تختالها صيدلي تشتري تحميلات تضرب فلها للمنظم لقدر تفعلها الحرارة معانا قبل يومين وذلاثين بتطاقضك شركة النفط اليمنية بتطاقضك تغريدات ومنشورات هتب البترول الآن بالثمانية ألف وخمسمية في جميع المخططة في السعر الرسمي كنا بالثمانية الألف والخمسمية هذا نشتري التب البترول من السوق السوداء لأن كان سعرها في المحطة بس خمسة ألف وتسعمية الآن على أساس إنه ثمانية ألف وخمسمية على أساس على أساس من المحطة ما فيش غارثين دين وظاث محطات وزير بتكتز يومين تصرف ثمانين ألف على مدعب تبب ثمانية ألف وخمسمية وقالت إنه كل المحطة تايب وحدين السعر ثمانية ألف وخمسمية كذب 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 تبب البترول بس عشر ألف ومية في كل محطة يعني السعر الرسمي اول اول كان خمسة الف وتسعمية والسوق السوداء ثمانية الف ومئتين الان السعر غزمي ثمانية الف ومئتين والسوق السوداء بخمسة عشر الف وهكذا وهكذا بيدخل السعر على شوية شوية على شوية الطرف للعرب كرب واوسخ بترو بترولي ديال حازي ساعة الفول كدك تسكب تبب بترولي التانكي ويدل حق بثنان حليب لا يوكو حازي في الماكينية هدع عشر الف ومئتين باوسخ بترول ملن شوائب يمحق ام الماكينية ما بتنب بترولي الحبيب خطف للوقف بتغسلوا البترول كل موظف في جرقة النفط ما اما انشافه بيغسل البترول للمواطن بي نشفه بمكتبه ما افعل قلبي نشفه للمواطنين على مد للوقف لا لقفة تانكي علاما علاما بعد ايام السعر الرسمي فالمحطتها اشار الف ومئتين وقدوها اشار الف ومئتين السعر الرسمي يفرجوا على السفيني يخرجوا السعر احنا ما ادخلنا من المشاكل هذه ما علينا نكون كلنا لو الكل بيدوق المر لو الكل مجعجعين والله ما فيه يحسنه مما ناس هاي وناس باي هذا ياي هذا ياي هذا حريق دم حريق دم بترول مزغول عمان تحس انهم بيوفقوه عزيرة وبيوفقوه مزغول ما بيخدنش السيارة ما عب بيخدن السيارة لا حياءا فينه يطلح عناك فالطبلو انا امشي حياءا فيك لان ظروفكم تائبة وتعانون المآسي والضغوطات العالمية والداخلية والخرجية ولا ما عدخداش السيارة ولا ما عبتخدال لحن داريب الظروف اني تائبة لان تخدالك بها دخل بترول هدخل بترول مش شو بترول فالعالم ما بيستخدمش كبدر وقود للسيارة تبدأ هذا غير بيستخدمه بابتتهان للعجائز حق افريقيا على ميدة الضرب والنمس والجيسين غير يتهونين بهذا البداء وعندنا سيارات سيارات حقنا متحمدات كاك 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 حفرما لان الشوارع بترول زفت نت زفت وتاكلفاء فالعالم بنتفاع هنا وعلى زعر فالعالم تابي الغزب قد إحنا في الآخر والله نقد بنتحاسب والله نقد بنتحاسب إحنا قد بنتحاسب الآن قد إحنا في خلاص الدولة الثانية عايشين في الثانية هم عايشين في الثانية أهمش إن إحنا نحيا الأمسيات وندفع فلوس للفرق والمنشدين والممثلين والتفاهات وأمسيهانك وحفلهانك وملاعين بتصرف ما يجد لقيش الناس حتى في القمام يأكله ما عبش في القمام شي كده يوصل واحد للقمام والقمام تقول كم من كم من الله معك كده القمام من نفسها البرمي اللي نفسك تبيلوي من حال الله حارسها الكلب بيدور ما يلغف ما عبش الله ينتج ويصيد ويعجل في زواء من وصلنا لهذا المرحلة الله يصيبه الله يردك هيدف في نحره السعودي والإمارات ولا الذي بيلوث هنا من هاني الله يلوثهم ويمتقمهم ويصيبهم يا رب أجل بالفرج السلام عليكم اشتركوا في القناة